السلام عليكم ليشاف معكم الشاف والد إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لا بس رجعت لكم اليوم بهذه الوصفة نقدر نقولوا تدبيرا ماشي وصفة بس كالناس كاميرا يتحوس عليها اليوم حبيت نشاركها معكم هكذا يجب أن تصيبوها في العيد كمبلي تجدلكم أسبوع 15 يوم 21 يوم شهر في الثلاجة ليصرها لحتوالوا هذا الفينيقات أول حاجة نقولوا بسم الله كلا عادا شوفوا مقادر تحضير هناك مقادر الوصفات ملاقة أكل تكون مملوئة جيدا لموتا وهي الخردل لا تفهموني كامل ملاقة أكل خردل وذاتها دخل التعصيل البلندر كما تقدروا تخدموها بالبراميكسر من الأحسن بسحول أن تكون بلندر أخدموه بالبلندر من الأحسن ضفت عليها كمية المعدنوس جوز وصوص تعتوم وعندي ملاقة قهوة تكون مملوئة جيدا لدي هنا 4 كاس على الخل تحبوا تدو خل بيض تحبوا تدو خل مارو انتم الاختيار رجعلكم لكم ولا وش كان عندكم متوفر في البيت نحط هذه المكونات كامل مع بعضها البات نحطها في البلندر التحالي حتى تولي صلصة تعي متجنسة كان بزاف شتلي كومنتر قالوا لي شف والد أعود أرجع لنا الفينيقرات اللي كنت ديجا درتها نهار بديت اليوتيوب نهار بديت انواسيهم عجبتكم لقيت بزاف تفاعل فيها اليوم عودة ارجعت لكم الوصفة هاكدها بيش تستفادوا كامل معايا دو كي خلط المقادر هادو كامل مع بعضها البات نضيف كاس على الزيت بان دو كشوفو شح ندير الزيت بصفة عامة انتوما ايضا تحبو تديرو كما انا ديرو كما انا تحبو تديرو زيت زيتن ديرو زيت زيتن بيش تكون صحية مئة بالمئة دو كنا هنا نشوف الطبقة العامية ببارك زمدوك الناس كامل متوفر عندهم الزيت ماتكوش عندهم كامل زيت زيتن ديرو زيت زيتن ما تزيدو ما تنقصو كيف كيف سوف يمشي للبلندر التاعي درت الكاس اللي قولتها الزيت عادية بسحة الزيت تكون نوعية جيدة ماشية ديكلي تريح بزاف سوف تعرفوا بلا ما نقول الله مارك دو كنا يزيد كازة تزيد الزيتن هكذا انتم ما قلتلكم مشكلة عندكم ديرو الكاس اللي قولتها زيت الكاس الدوزيام راح نديرو زيت زيتن نعود نشعل البلندر التاعي نرح بغير بالعقل هكذا تدريجيا حتى نديرو كامل شوفو هكذا باركلا بها قلتلكم متسرعوش لا فيديو توجر نمدلكم معلومات مفيدة بس احنا نشوفكم متشوفوش كامل لا فيديو دوك تقضي وتراطي وكيش فكرة تقضي وتراطي وكيش عفتها بتقول اه ما نجحت الناش اه ما وسعت الناش اه ما خرجت الناش كما تاعك راك تكذب نو هلاش نكذب انا واش من الفايدة كي نكذب دوك تدرت كاس دوزيام تاع زيت زيتن وزيت نصف كاس تاع زيت ما عندها تدرت كاس ونصف كل اشه انا نقوله الوصفة العامية كاس ونصف تاع زيت مع كاس تاع زيت زيتن سفيزوش كيسان ونصفة عزيت بصفة عامة تحبوا تديروهم كامل زيت زيتن تحبوا تديروهم كامل زيت تحبوا تخلطوه كم انا زيت زيت زيتن الاساس يتخلي الفينيجرات تاعكما طلعش زيت الفوق ويحبط الماء تحتها.. الخلزة قايتك الناس رح يطيح فيه اللي هو كاس الماء. الكاس تاع الماء لازم تضيفوه في الاخر هو الي رح يدير التوازن للفينيجرات تاعكما الفينيجرات اللي ما يكونش فيها داخل الماء هاديك تعتبر صلصة وفاقط ما تعتبرش فينيجرات هاكده صلصة الصلاة دوك الماء هو اللي راح يديل الإكيليبر بتاع الفينيجرات تاعكم ويخليها لكم إيكيليبري ما يخليش الزيت تطلع وما يخليش ينفاصل الزيت على الماء هادا هو الشيء الضروري جدا اللي لازم تديروها اللي كاستعى الماء توجور حطوه في العفا درت نصح بقارس ليمون وعصرتها في الاخير باش تمدلي دوق جيد تحبو تلك حبة ليمون كومبلي تعصروها وديروها في الاخير تمدلكم الدوق مميز والفينيجرات تجيكم بزاف ابنينو تحبو تديرو الماء ادنوس تحبو ما تديروه ام ارجعلكم ليكم انا مدش كمية بزافتها الماء ادنوس باش يجيني لكل ارتاحا شابا اذا ما كان سلسة الصلاة التائرة هي واجدة ديروها مع باطاطا زرودية باطاطا شلاطة زرودية مشرملة تحبو ديروها فينيجرات انتو كتوما الاختيار يرجعلكم ليكم انا دات صلاة تفاريي دات باطاطا زرودية لبيا ماشتو طال السيزان دات فوقو مد الفينيجرات تلحسو يديكم تحكمو الخبز تقعدو غير تاكلو في الفينيجرات هادي تالمون جي ابنينو الملح انتوما سوي فيو كتكونو ديرو في الملح دوقو ادخسها ملح زيدو هذا وش نقدر نقول لكم تجربو هاد الوصفة على بل يحتاجبكم بالبزاف وتقولوا لي تعليقات اني نستطيعنا كامل في التعليقات كيفاش خرجتلكم فينيجرات رافقت مع هاد السلطة البسيطة لي وجدتها بالخف فعلا ودت لاشياتها المعد نسمو الفوق شوية زيتون نقول لكم تلقاهم ان شاء الله في وصفة اخرى ان قارب اتهى الله بالزفر وحتيكم و لا ركو صايمين نقول لكم زحفتركم مع السلامة اشتركوا في القناة